أهلا ومرحبا فيكم مشاهدين الكرام في هذه الفقرة الخاصة من برنامج بيت للكل اللي بنتحدث فيها حول طموحات الطلاب الخارجين من الثانوية العامة في فلسطين طموحاتهم، آمالهم، تخصصاتهم اللي حابين يفوتوا فيها في الجامعة وأيضا دور الجهات المختصة في إرشادهم لتحقيق هذه الأهداف للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور معمر اشتوي رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة أهلا ومرحبا بك معنا دكتور معمر أهلا ومرحبا يعني في البداية الطالب الثانوية العامة لحظة تخرجه من هذه المرحلة الصعبة والحساسة يعني ممكن يكون في عنده بعض الارتباك في المشاعر، بعض الارتباك في الأفكار من يحدد تخصص هذا الطالب في المستقبل الجامعي، الأهل، العلامات، سوق العمل أم هناك معايير أخرى لهذا الموضوع؟ يعني أولا شكرا على البرنامج وشكرا على الاستضافة لهذا اللقاء وتحياتي لكل مستمعين الحقيقة أنه يعني كلنا واجهنا أنت وأنا وكل زملائنا في أجيالنا وما بعدها وقبلها صعوبة في اختيار المكان الدراسي سواء الأول كان أدرس في فلسطين، كلها خارج فلسطين وفي حالة اختيارك الجامعة في أي كلية رح يكون، وأثناء دخولك داخل حرم ومؤسسة أو الجامعة يكون عندك كمان سؤال آخر، أي كلية، أي برنامج الأساس في هذا الموضوع بصراحة هو يعني الإرشاد المهني اللي مرتاوت إرشاد التربوي اللي بيبدأ من مراحل العمر الأولى للطالب في سنين المدرسي وبدأ من رياض الأطفال لأنه بتمين الموهب والمهارة والميول والاتجاهات تظهر عند الطلاب يعني في مراحل العمر الأولى من حياتهم وحتى احنا كل الأهل في مرحلة الطفول المبكرة بشوفوا كل أبناء هم مهوبين لكن هاي الموهب بيبتجف مع دخول الطالب المدرسي وبالتالي بصير المعلم غير قادر على اكتشاف الموهب والاتجاهات لأنه بصير ارتباط المدرس بالمنهاج والمنهاج في الطالب وعلاقة الطالب بالتقييم والارتباط في العلامي والهدف الرئيسي للحصول على التحصيل على العلامي والتفوق والتميز عن باك الطلاب وبالتالي منضيع هوية الإرشاد المهني واكتشاف الموهب والاتجاهات عند الطالب وبالتالي يعني قدرة المنهاج والمدرس والمرشد التربوي على تحديد توجيه الطالب مهنيا بتكون محدودة فالطالب يدخل للصف العاشر ويخلص من الصف العاشر مفترض أنه يكون أصبح هويته أصبحت واضحة الهوية اللي يتحدد بالداية فرق الثانوية العامة وهنا بتكون فيه إشكالية تنتاكل هذه الإشكالية حتى بعد ذلك إلى الطالب بعد نهاية الثانوية العامة بيحددش أو بيكونش عنده قدرة على اختيار التخصص الأنسب إله من خلال اعتمادكم كهيئة وطنية للاعتماد والجودة للمناهج الدراسية ومجموعة تخصصات جديدة تم طرحها في الجامعات الفلسطينية ما هي المعايير التي تضبط هذه التخصصات وكيف تم متابعة هذه التخصصات مع الجامعات بشكل عام؟ يعني أولا أخذت أن نكون واضحين في هذا الإجابة بعد هذا السؤال المهم نحن لدينا مجموعة معايير، تسع معايير أساسية في تقييم برنامج قبل اعتماده جزء مرتبط برؤية البرنامج ورسالته وارتباطها بالقطاع التعليم العالي وجندة السياسات الوطنية وجزء آخر له علاقة بسوق العمل والجدوى وعناصر وهوامل أخرى التقنية مرتبطة بالكادر والإمكانيات المتاحة والطلب بأس الكبول والخطة الدراسية هذه العناصر الرئيسية يعني بيبدأ فيها عملية التقييم وتنتهي إما باعتماد أو رفض أو تعديل أو تجميد البرنامج البداية الموضوع سوق العمل سوق العمل الفلسطيني يعني المطلع عليه والمراقب اللي إله هو سوق يعني مشوه قليلا السوق ضعيف جدا بالتالي يعني إذا نظرنا للتعليم وربطنا التعليم بحاجة السوق أو السوق الفلسطيني فإحنا بالتأكيد سنحكم على طلابنا كلهم أن يقعدوا في البيت تماما بالتالي نعطي فرصة للطالب لأن الإمكانيات المتاحة خارج فلسطين كمان إذا كان الطالب تخرج من برنامج مطلوب إقليميا مطلوب عربيا مطلوب دوليا إذا تخرج بجودي وقدرات ومهارات عالية كمان هو عنده فرصة إضافية ليلتحك مؤسسات يعني مهم جدا على مستوى العالم أتمنى لكم التوفيق في هذه الخطط اللي عم توضعوها دكتور معمر ابقى معنا دقائق قليلة نتابع وإياك والسادة المشاهدين هذا التقرير الذي يستعرض نجاحات لأطلاب المتفوقين في الثانوية العامة في فلسطين جاءت نتائج امتحان الثانوية العامة في فلسطين هذا العام وسط عدوان إسرائيلي طلت ضفة الغربية وقطاع غزة حربا واغتيالا وعدوانا واعتقالا في محاولة احتلالية لسرقة الفرحة من عيون الطلبة وذويهم العدوان الأخير على غزة كان له أثر كبير في أنه يكسر فرحتنا وفرحت كل حدا مش بس عقد طلاب توجيهي يعني أنا كطالب التوجيهي أنا يعني فرحة النجاح هي بتمر مرة واحدة في العمر يعني فإنه الفرحة انكسرت خاصة يعني لما الواحد يشوف الأطفال اللي استشهدوا الناس اللي خسرت بيوتهم البيوت اللي مضمرة الناس اللي تيتموا واللي مات أبوهم، أمهم، أخواتهم، صحابهم الدم اللي كان والصور والفيديوهات اللي كنا نشوفها يعني هذا إشي كان كتير صعب وقصر كتا كل فرحتنا كانت الظروف صعبة مش بس علي على كل القطاع خاصة أنه عندنا الكهرباء مش منتظمة يعني بتيجي وبتقطاع بدون جدوى المحدد يعني أولها كان صعب ما فيش بديل لكن يعني في ناس كمان ما كانوا يقدروا أنهم يوفروا بديل يعني لأنه بحتاجوا القهرب كتير أشياء مش بس للضوء مروى وحلى تفوقتا بالمرتبة الأولى في فلسطين بمعدل تسعة وتسعون وسبعة أعشار تفوقتا أملا في مساعدة المحتاجين للرعاية الصحية في فلسطين ليقود الطموح كلتاهما لدراسة الطب في الجامعات الفلسطينية موسيقى بدأت دراسة من الدروس الخصوصي أول إشياء بعدين بدأنا مدرسة بشهر تماني درست بشكل طبيعي دراسة يومية كثفت الدراسة والجهد خلال فترة المناطق والدراسة للوزارة في الأربعين يوم حضرت حالي وختمت كل شيء وتقريبا اتمكنت أني أراجع مواد معينة كنت حاسة أن فيها شوي خلال بحس أني وصلت لطموحي لما أتخرج من كلية الطب بمرتبة متميزة مثل ما تخرجت من سنت التوجيهي لما أدخل في التخصص اللي بحبه أو أكتر شيء بحتاجه وطني كل حدا موجود في الوطن حتى أساعده بشكل إنساني أنا حابة أدرس داخل الوطن خاصة في جامعة الكدس حتى أكون يعني حدا متميز داخل الوطن موجود مش طالع برا حتى أخدم وطني بشكل أكبر لأنه لبرا أكيد رح يخدم الوطن لكنهم بعاد بس أنا حابة أضل قريب عجوات الوطن أنا طموحي أني أقدر أصير دكتورة أساعده بلدي يعني بشعبي خاصة أنه إحنا كثير صعب عندنا الإمكانيات فبضطروا أنهم يروحوا تحويلات لبرا أنهم يتعالجوا برا والموضوع كثير صعب ما زال التعليم هو السلاح الذي لم يخن الفلسطينية يوما ورفيقه الدائم في الوطن والشتات الذي يدخل الفرحة لقلوب العائلات ويمنح الأمل للأجيال أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام من الجديد ومثل ما تبعنا في هذا التقرير طموحات وأمال وأحلام يبنيها طلاب الثانوية العامة في فلسطين ومن هذه الطموحات ما يتحطم على سخرة الاحتلال دكتور معمر يعني من العوامل الطاردة لنجاحات الطلاب وتفوقهم في الجامعات الفلسطينية لعلوا الاحتلال نتحدث حول هذه الجزئية خصوصا بأنه من الطلب المتفوقين في الثانوية العامة هم من قطاع غزة أيضا اللي اتعرض للعدوان الأخير من قبل الاحتلال يا أخي يعني والحمد لله يمكن أكبر نعمة يعني لهذا شعب الفلسطيني يعني أنه هناك رغبة عند الطالب وأهله والمجتمع الفلسطيني بشكل عام يعني للتعلم والوصول إلى مستوىات عليا في التعليم وفي الدراسة حتى مع وجود يعني الاحتلال ومعيقاته وتحدياته إلا أنه كمان يعني هناك رغبة ولا تزال الرغبة قائمة مع الوجود البطالة المرتفعة اللي كمان يعني حتى لنظم ألف فسنا كثيرا اللي بقيق التخطيط لتطوير الاقتصاد الفلسطيني والاحتلال يعني إذا فكرنا إحنا نوجه الجامعات نحو اختيار برامج في مجال الزراعة ونطور الزراعة التقنية وزراعة الحديثة وغيرها طب هي أكبر سلة غذائية هي مسيطرة عليها في الأخبار تمام؟ إذا فكرنا أن نولحكي علامة بيت لحم والكدس والأماكن اللي فيها مناطق سياحية وأثارية مهمة يعني لاعتماد برامج وتخصصات في مجال السياحة والآثار وغيرها كمان هي هي تغلق بين حين والآخر والأقصى والمقدسات الإسلامية ومسيحية في الكدس ممنوع دخولها ووصول ووصول إلها بالتالي يعني إمكانية تحياء وتشجيع السياحة والحراك السياحي في فلسطين عملية كان هي معقدة يعني من خلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة ما هو دور الهيئة بالشراكة مع النقابات والقطاعات المختلفة في المجتمع الفلسطيني أو في المجتمع العربي كمان نحكي بشكل أوسع أنه في فائد دائما بيكون في هذه التخصصات في مجال الطب في مجال الحقوق في مجال المحاماة مثلا من هذه المجالات المتعلقة بالحقوق وأيضا مجالات أخرى بتكدس فيها عدد الطلاب لحتى يصفي فائد وعبئ على سوق العمل طبيعة توجيه هؤلاء الطلبة حتى يكون متوأمين مع سوق العمل وأيضا دوركم في العلاقة مع النقابات تلك العلاقة مع النقابات علاقة يعني فيها نوع كبير من الشراكة وفيها نوع من التعاون والحوار والنقاش وأصبحت كل نقاب من النقابات مع الوزارة كل واحد عارف دوره دوره وهذا الدور إحنا إياهم بصراحة بنعمل فيه بشكل تكاملي وشمولي هذا الموضوع بصراحة معقد كثير والحديث فيه يعني مش سهل لكن يعني كل طرف من أطراف بندروا الموضوع بزاوي مختلف النقابات نابد هاش خارجين حتى ما تنافس المنتخبيها تمام والقطاع الذي يدرب المسؤول عن تدريب المستشفيات وفي القطاع الطبي وغيرها من المؤسسات كمان هي يعني عندها مشكلة أنه أصبح عادة الخارجين أو عادة التدربين أكثر من البطاقة الاستيعابية والتالي أثر على طبيعة المهنة وعلى أداء العاملين في هذه المؤسسات وهنا أصبحت كمان هناك صرخة عالية تكون وأنه قللوا أو قللوا الأعداد في هذه التخصصات الوزارة تنظر للموضوع بزاوية تكاملية الطالب ورغبته في دراسة التخصص الأهل وطموحهم النقابات وقدرتها على استيعاب هذا الأعداد المتزايد خاصة بموضوع التدريب زي المحامين يعني اللي عندهم قانون خاص في التدريب المحامي المزاوية لخمس سنين بدرب طالب عشر سنين بدرب طالبين يعني بالتالي عدد الطلبي على مقاعد الدراسي في حال تخرجهم غير قادر القطاع التدريب على استيعابهم نفس الشيء المستشفيات الأطباء أصبح عدد الأطباء يتدرب في المستشفياتنا فوق الطاقة الاستيعابية وبالتالي نعم نحن صار عندنا بالتعاون مع هذه المؤسسات بالتعاون مع النقابات يعني التفاهمات رفعنا أولا معدل القبول في هاي البرامج رفع معدل القبول 75 في القانون و 80 بالصيدلي والهندسي 85 الطب و طب الأسنان واحتمال لسان القادمي أن يكون معدل القبول في الطب و طب الأسنان 90 فعلا هذا الحكي ساعد أن نقنن الأعداد وقللها خاصة الطالب اللي بتحكم في الجامعات غير فلسطينية سريعا كيف توصف الشراكة والعلاقة ما بين القطاع التعليمي الفلسطيني و القطاع التعليمي في الدول العربية منها مصر الأردن أو العراق أو ما إلى ذلك العلاقة بصراحة العالم العربي موجود خيال مضلات زي الأليكسو منظمة العربية التربية والثقافة والعلوم منظمة الإسلامية و اليونسكو كمان منظمة الدولية هناك علاقة خالي اللقاءات و المؤتمرات في كورونا كان في تعاون وثيق و كامل نحن استفدنا من خبرات الدول و هم استفدوا من خبراتنا بشكل خاص مصر و الأردن علاقة فيها تكاملية و فيها شمولية العلاقة بصراحة فيها نوع من المحبة و المودة فيها نوع من المهنية فيها نوع من الفائدة لكيفة الأطراف وبالتالي هذه العلاقة يومية علاقة يعني بسبوع الماضي كنا في الأردن وقعنا اتفاقية شراكة مع هيئة الاعتماد الأردنية و وزارة التعليم العالي وقع اتفاقية شراكة وتعاون مع وزارة التعليم العالي الأردنية كمان مع مصر و كافة الدول العربية لكن بشكل خاص هذه الدول الارتباطها التاريخي بعمل فلسطين يعني العلاقة التكاملية و العلاقة التعاونية هي أكثر من باقي الدول دكتور معمر جتوي رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة شكرا جزيلا لك على هذه المعارض أهلم بك أهلم بك أهلم وسهله